كينج لير اكت وان سين وان بارت تو وصلنا ان الملك لير بيقسم دلوقتي مملكته على بناته التلاتة وبيطلب من كل بنت انها تقوله هي بتحبه قد ايه عشان تبقى للاجابة هو هيديها جزء من المملكة وسمعنا في الحلقة اللي فاتت الاول بنتين كبار متجاوزين قالوا الباباهم ايه والبنتين الكبار اللي هما ريجان ويجون ريل هما اللي اتنين هابيكريتس يعني منافقات وايفل شريرات وقدروا ان هما يتكلموا يتحقوا على باباهم فباباهم فعلا دي سيفد اتخذها ومنحهم كل واحدة طلت من المملكة ومخلي طبعا الطلت الاخير لبنته الصغيرة كورديليا فدلوقتي هو بيكلم كورديليا بيوجه لها الكلام فبيقول لها ناو كورديليا الان يا كورديليا ما يونجست دوتر بنت الصغرى ترى بقى هتقول لي ايه عشان تقنعيني وتخليني اديلك اكتر مادات لاخواتك التانين قالت له للاسف يا بابا انا مش قادرة اقول حاجة فبابا هتصدم من الكلمة فبيقول لها ناو كورديليا if you say nothing لو انت بتقول لاشي I will give you nothing انا كمان مش ه�ديك حاجة speak again اتكلمي مرة تانية كورديليا قالت له I cannot put my feelings into words انا ما بعرفش اعبر عن مشاعري بالكلمات I love you as a daughter should love a father انا بحبك كما ينبغي للابنت انها تحب باباها but not more مش اكتر من كده and not less ومش اقل من كده كينجلير طبعا مش عجبه الكلام ده خالص هو مش متفهم شخصية بنته ومش عارف انها ما عندهاش حتة النفاق او المهارة انها تقنع لقدامها بالكلام فبيقول لها but this is not kind ده امر غير طيب كوردليا change your speech قالت لازم تغير كلامك or your future وإلا مستقبلك will change too هيتغير ايضا كوردليا ردت على باباها وقالت له you have always been a good father طول عمرك كنت اب كويس لي and it's my duty وانه هو واجبي او مسئوليتي to love you too ان انا احبك but my sisters say they would only love you واخواتي قالوا ان هما مش بيحبوا حد في الدنيا غيرك انت how can this be true طب ده هيبقى حقيق ازاي don't they love their husbands هما مش برضو بيحبوا اجوازهم if i marry لو انا تجوزت i will love my husband as much as i'm more father اما تجوز انا كمان هحب زوجي زي ما بحب بابا بالزبط يعني ممكن تكون كوردليا صريحة زيادة عن اللزوم فالكلمتين دول دايقوا باباها يعني حسسوه ان هو مش كل حاجة في حياتها او مش محور الكون زي ما اخوتها الكبار قالوا لباباهم فبيقول لها do you really mean this هو انت فعلا تقصدي ده can you be so young بتقول so so cruel هو انت فعلا الصغيرة ولكن انت بمنتهى القصوة دي كوردليا بترد عليه فبتقول له father ابي I am young انا صغيرة I am honest انا امينة يعني معناها مش بكذب او مش بقول حاجة انا مش حسة بيها كينجلير بيقول لها ذني ارناط ميدو تر انت مش بنتي I don't know you انا معرفكي شو مش عاوز اعرفك كينت اللي هو امير من الامراء اللي واقفين بيقول له but your majesty جلالتك ولكن جلالتك هو كينت فاهم كويس ان البنت الصغيرة بنت طيبة ولكنها يعني ما عنتهاش نوع من المقرأ او الدهاء زي اخوتها الاثنين الكبار فاهمش عاجبوا الكلام اللي بيعملوا كينجلير فالملك لير بيرد على كينت بيقول له بيكوايت لزم هدوءك يعني اسكت كنت I loved Cordelia انا كنت بحب Cordelia and I wanted here to look after me وكنت عاوزها هي اللي تعتني بامري but when I was old لما اكبر في السن now she must go لكن الان هي يجب ان ترحل but first اولا call the king of France انده لملك فرنسا and the Duke of Burgundy وامير برجندي من الاتنين دول اللي هما الاتنين العرسان اللي كانوا متقدمين لCordelia والمفروض انهم النهاردة هيعرفوا يعني من الملك مين اللي هيتجوزها while we wait for them listen to what I say general and her husband albani and region with her husband cornwall دلوقتي موجود جنرل وجوزها الباني وموجود البنت التانية region وجوزها cornwall والhave half of my kingdom كل واحد كل واحدة فيهم هيبقى معاها نص المملكة they will have all the power وهيكون معاهم كل السلطات والنفوذ and riches والسروة that come with being a king اللي بتمنح للملك all I want is to keep the title of king كل اللي انا عايزه ان انا بس هحتفظ بلقب الملك يعني الملك لير هيبقى ملك بالاسم بس لكن كل السروة بتاعته والمملكة والحكم هيتقسم على بناتو اللي اتنين الكبار but they will have everything else ولكن بناتي اللي هما اللي اتنين الكبار هيبقى معاهم كل حاجة تانية كنت اللي هو امير من الامراء بيقول your majesty فخمتك what do you mean تقصد ايه يعني هو مش عاجبه القرار ده عشان الناس كلها فهمة ان البنتين الكبار اشرار I must speak honestly انا لازم اتكلم معاك بامانة when my king is being foolish لما الاقي الملك بتاعي بيقول كلام غبي your youngest daughter بنتك الصغيرة doesn't shout about her love for you ما زعقتش وقالت انها يعني حاجة بخصوص حبها ليك but that doesn't mean she loves you ده ليست ده مش معناه انها بتحبك بقدر قليل يعني مش لازم الواحد يمشي يقعد يقول انا بحب فلان انا بحب فلان ممكن يكون بيحبه من جواه ومنتظر فعل معين انه هو يعمله عشان يزبط حبه ده you mustn't give your country away like this انت ماينفعش ان انت تتخلى عن البلد بالطريقة دي king leer بيقوله say nothing more to me ما تتكلمش معايا تاني يا كنت كنت بيرد عليه فبيقوله I am not afraid to make you angry انا مش خايف ان انا ازعلك او اخليك تبقى غضبان if it will help to protect you اذا كان ده في مصلحتك وهيخلي هيخلي الغضب ده يحميك يعني ان انا اواجهك بالصراحة بدل وتزعل شوية بس يعني تفوق لنفسك بدل ما انا يعني اخدعك انا كمان وتحس ان انت يعني تاخد قرار غلط وما تعرفش انه هو غلط قبل فوات الاوان king leer بيقوله then you must go away too king leer اتضايق ومش عاوز حد يواجهه بالصراحة فبيقوله يبقى انت كمان لازم ترحل leave يلا امشي الان كنت اللي هو الامير المخلص للملك لير بيقوله let me stay طب خليني افضل قاعد and give you good advice عشان انصحك النصيحة الطيبة كينج لير كينج لير قاله you must learn to see better لازم تتعلم ان انت يبقى عندك فهم اكتر من كده كينج لير بيقول oh you are a cruel man انت رجل قاسي he puts his hand on his sword ورحة ات ايده على السيف بتاعه هيبدأ ان هو عايز يعني يقتل كينج أو حاجة جيكو في كورنوول اللي هو زوج بنته بيقول للملك لير your majesty جلالتك please stop من فضلك توقف يعني مش عايزينه ان هو يقتلك كينج لير فكينج قاله I'll say again انا هقولها لك تاني كينج لير يا ايها الملك لير you have done a terrible thing انت عملت شيء بشع الان كينج لير بيقوله كينج يا كينج you have got five days قدامك مهلة خمسة ايام to leave my kingdom انك ترحل فيها عن المملكة بتاعتي or you will be killed وإلا هقتلك go يلا مشد الان كينج بيقوله then I'll say goodbye to you يبقى اذا انا هودعك my dear king يا ملكي العزيز وبس لي كوردليا وقال لها I hope you stay safe اتمنى ان انت تظلي بامان young lady يا سيدتي because you were honest عشان انت انسانة امينة يعني انها رفضت انها تجذب او تكون منفقة زي اخوتها وقالت بشكل صريح اللي هي حسة بي and now I say goodbye to all of you ودلوقتي انا بودعكم جميعا I shall have my life انا هعيش حياتي in a new country في بلد جديد في اللحظة دي جولو سيستر اللي هو احد برضو الامراء او الوزراء اللي عنده ولدين اتجر وايدموند دخل وجاب معاه ملك فرنسا وديوكوف برجاندي اللي هم الاثنان العرسان اللي متقدمين ليه كوردليا البنت الصغيرة جولو سيستر الامير او الوزير بيقول here are the king of France ها هو ملك فرنسا and the Duke of Burgandy your majesty عظمتك كينج لير بيكلم الاول ديوكوف برجاندي اللي هو امير برجاندي فبيقول I'll speak to you first هتكلم معك انت الاول what do you expect to have if you marry my daughter كوردليا انت تتوقع تاخد ايه لما تتجوز بنت الصغيرة كوردليا فديوكوف برجاندي بيقول له your majesty فخمتك I only expect to have what you promised me انا هتوقع بس اللي انت هتوعدني بي ده اللي الملك بيقول كده عشان ايام زمان كان بابا العروسة هو اللي بيدفع مهر للعريس فهنا العريس مرديش يتكلم ويقول هو عاوز مهر كام فبيقول له انا عايز اللي انت وعدتني بي كينج لير بيقول له I am sorry انا اسف but things have changed الامور اتغيرت سير يا سيدي there she is العروسة هي وقفة قدامك you can marry her اعوز تخدها كده تتجوزها خلاص خدها بس انا مش هدفع حاجة فبرجاندي بيقول له I don't understand مش فاهم كينج لير بيقول له يولي جت ماي دوتر انت هتاخد بنتي كعروسة and nothing more فقط take here يلا خدها or leave here او اتركها it's your choice ده اختيارك برجاندي بيقول له I am sorry لا انا اسف يا سيدي I cannot marry her without some of your land مقدرش اتجوزها من غير ما تديني معاها شوية اراضي كينج لير بيقول له then leave her sir لا خلاص مش هتدي لك اي اراضي يلا اتركها بقى وامشي كورديليا بتقول goodbye برجاندي وداعا يا برجاندي I see now انا شايفة الان او فاهمة الان that you love things more than you love me ان انت بتحب الاشياء اللي هو يعني الاراضي والفلوس اكتر من حبك ليا so I shall not be your wife عشان كده عمري ما هكون زوجتك ابدا كينج لير بعد كده بيبص لي king of France ملك فرنسا فقال له so the great king of France الى ملك فرنسا العظيم I don't want you to marry someone I hate انا مش عايزك تتجوز واحدة انا بكرهها so I suggest you give your love to a better girl فانا بنصحك ان انت تروح تحب بنت افضل من بنتي king of France ملك فرنسا بيقول له باتسر ولكن يا سيدي كورديليا was your favorite daughter كانت بنتك المفضلة او المحبوبة it's very strange ومن الغريب جدا that she has suddenly lost all your love انها فجأة فقدت كل حبها منك I cannot believe that كورديليا could do anything terrible to anyone انا مقدرش اصدق ان كورديليا تقدر تعمل اي حاجة سيئة في حق اي شخص فكورديليا بتبص لباباها كينجلير وبتقول له father يا ابي understand that I show my love in my actions لازم تفهم ان انا بحب اوضح حبي في تصرفاتي not my words مش كلماتي please tell him that I haven't done anything wrong to make you hate me من فضلك وضح لملك فرنسا ان انا ما عملتش حاجة وحشة تخليك تكرهني الملك لير فبيقول لها I shall not لا مش هقول له حاجة ومش هوضح له حاجة go يلا طلعي برا you have nothing from me مش هتغذي مني اي حاجة واما نشوف بقى بعد كده في الحلقة اللي جاية الملك بتاع فرنسا كان رد فعله ايه في المشهد اللي هو شافه ترجمة نانسي قبل